موسيقى أسبوع حافل شهدته الساحة السياسية العربية والإسرائيلية مشاريع قوانين مهمة صودقة عليها كمشروع ربط البيوت العربية بالكهرباء ومشاريع أخرى سقطت مرات عدة رغم جدارتها وعلى رأسها قانون تخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم في حين صنفت الحكومة الإسرائيلية ستة منظمات حقوقية فلسطينية على أنها إرهابية تزامنا مع خلافات داخل الائتلاف الإسرائيلية حول المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية مشاهدين الكرام أهلا بكم في حوار جديد من حوار الساعة وحول هذه المواضيع استضيف معي دكتور سليم بريك محاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية أهلا بك دكتور سليم أهلا بكم سليم بداية أسبوع حافل في الكنيسة الأسبوع الأخير خاصة في كل ما يتعلق بالقوانين التي طرحتها الأحزاب العربية سأبدأ بقانون مجزرة كفر قاسم تخليد مجزرة كفر قاسم في كل مرة يتم طرح هذا القانون ويتم رفض هذا القانون ما هي برأيك الأسباب التي يتم رفض هذا القانون الحكومة الإسرائيلية مش معنية تعترف بالنراتيبة أو بالقصة الحقيقية التي وقفت وراء هذا الحدث أو هذه المجزرة الرئيبة يعني لحد الآن في إدعاة وأن المجزرة حدثت بسبب عدم انصياع لأوامر منع التجول وكل هذه الادعاءات وهذا غير صحيح كان هناك مخطط كبير جدا لإجلاء المواطنين في منطقة نتانيا كفر سابا كل منطقة المثالة الجنوبي وكان مخطط لإجلاء كل هذه القرى هناك ويعني حسب مخطط لجنة الترانسفير القديمي كان المفروض أن يقوم هذا في حرب في حالة حرب وفعلا هذا حدث في يوم إعلان الحرب على العدوان الثلاثي على مصر في الـ 56 والجيش يعني الطبقات المتوسطة من الجيش الضباط في المستويات المتوسطة لم تعرف بأن الحرب مخططة ضد مصر كانوا يعتقدون أن الحرب مخططة ضد الأردن وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يكون فيه تناسق بين بداية الحرب ضد الأردن كما كانوا يعتقدون وعملية الترانسفير إجلاء المواطنين العرب من هذه القرى هذا يسمونه مفتاح حفر بيرت طبعا فيما بعد لما اكتشفوا بأن الحرب ضد مصر وليس ضد الأردن لا يمكن تنفيذ الترانسفير عدلوا عن هذا المخطط ومن لاقوا حتفهم واستشهدوا في هذه المعركة يعني ذهبوا هباء من ناحية المخطط نفسه ولكن طبعا مهم جدا أنه نخلي الذكرون هذا السبب من ناحية الحكومة عدم استعداد الحكومة للاعتراف لأن الحكومة لا تريد أن تعترف في أي حال من أحوال أنه كان هناك مجزرة مخططة ونحن نشوفون هذا الموضوع كمان أدار في المحكمة لما كان المفروض أن يأتي تسفيد سور اللي هو الضابط عالي المستوى في الجيش وأن يشهد بحسب طلب شدمي بأنه آتت أوامر من العقيدات العليا لتنفيذ هذا الموضوع وأن هناك مخططات قديمة ففضلوا إعفاء شدمي من أي عقاب يعني عشر قروط متى كانوا وعملوا شيء رمزي جدا وتهربوا من هذا الموضوع وشدمي في نهاية حياته تقريبا حاول أن يظهر بأي طريقة بأنه أنا الذي خطط لهذا الموضوع وإنما تلقيت أوامر طبعا هو كان سعيد أن يقوم بتنفيذ ولكن الأوامر كانت من طبقات العليا والجيش أراد إخفاء هذا الموضوع حتى بينجوريون أراد إخفاء هذا الموضوع وطبعا بفضل أعضاء كنيسة من الحزب الشيوعي في هذه الفترة وخصوصا تفيق طوبي انفضحت قصة المجزر واثرت الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع طب ما أهمية طرح هذا القانون مجددا في الكنيسة بالنسبة للعمل السياسي والعمل الحزبي العربي الأهمية رمزية أهمية كبيرة جدا يعني أولا تخليدا لذكرى الشهداء نفسهم ولمن على قيد الحياة من ابناء عائلتهم ولكن كمان علشان نتعلم كمواطنين عرب أو يهود من هذا الحدث لكي لا يتكرر مرة أخرى هذا الحدث كمان فيه أهمية تاريخية بالمناسبة بأنه إسرائيل سلمت بأنه لا يمكن التخلص من الأقلية العربية أو تقليص عددة يعني لجنة الترانسفر اللي كانت من إقامة الدولة لحد ثلاثة وخمسين وضعت أسس كيف يمكن أن نقلص عدد المواطنين العرب ولكن هذا الفكر بعد المجزرة انتهى الأهمية الرمزية هنا مهمة كبيرة جدا يعني إذا نحن نأخذ أي أقليات أصلانية في أي محل في كندا في الولايات المتحدة في أستراليا أحداث من هذا القبيل تحظى باهتمام السلطة المركزية وعلى هذا الأساس طبعا طرح مشروع القانون كان شيء جيد أنا لا أفهم معارضة هذا المشروع أنا لا أفهم التصرف اللي كان ضد عدود الكريسة عيدة تومة في الكنيسة يعني اتفاجأت من رد الوزير عساوي فريج لأن هذا الرد لم يكن لائق الحقيقة ولم يكن حكيم وكان يفضل أن لا يكون نهائيا وخصوصا الحكومة أعطت حق التصويت للأقليات طبعا كمان هناك يعني لازم نشوف إلى أين تتدهور ميرتس بقيادة القيادة الحالية للحزب يعني لو كان إيام يوسي ساريد بالمناسبة يوسي ساريد كتب في كتابه عن هذه المجزرة وكتب في كتابه عن تصرف بنجريون المشين كيف أخذ هذول الضباط اللي قاموا بهذه المجزرة والجنود وكأنه دخلوا الحبس ولكن حظوا بمرتبات عالية وكل هاي الأمور وبنجريون حتى وصل يوم من الإيام بعدين أعطوا المظائف همي جدا مثلا في ديمونا وفي مفاعل ديمونا وهيكي فوصل بنجريون للزيارة هناك وسأل أين البطل فقالوا له فلان هو البطل فأتى واحتضنوا وقال له قد قمت بعمل مهم جدا من أجل شعب إسرائيل يعني لم يعترف ولا مرة بنجريون أو حكومة بنجريون بأنه نحن قتلنا ناس أبرياء نحن عم نحكي عن ناس لا بمجرد كفر قاسم ولا بمجازر أخرى نعم ولكن مجرد كفر قاسم يعني الشيء الهام فيه أولا بعد قيام الدولي بالستة وخمسين مش بالتحر نعم الشعال الثاني أنه كمان قتل ناس اللي كلها عزل ولا حدا كان مسلح طبعا ناس جاي من الزيتون أو من الشغل أولاد نساء القضية الثانية كمان الإهمال يعني تركوا جثث لم يسمحوا بدفن جثث جثمين بسرعة لحد ما طلعت يعني مآسف يعني ولكن وصلت إلى وضع هذا الوضع بحد ذاته مؤلم جدا ثم فرض على أهل كفر قاسم صلح حسب شروط الدولة وشروط الأجهزة الأمنية وليس حسب كرامة هاي الناس اللي فقدت أرواح أو فقدت أقاربها فبنجوران لآخر اللحظة طبعا هو كان عنده عداء شديد للمواطنين العرب نحن نعرف أي شالي مثلا هو رفض بأي حال من الأحوال إزالة الحكم العسكري بالنسبة لبنجوران الحكم العسكري لم يكن شيء أمني وإنما بالأول وقبل كل شيء أتى لاستحوال على أراضي العرب وممتلكاتهم وطرد أكبر عدد منهم وكل هاي الأمور وفي الدرجة الثانية كان القضية الأمنية اللي بعدين كمان المواطنين العرب أثبتوا بأنه لا يشكلوا أي خطر أمني كما كان يدعوه ولكن معاملة بنجوران بالمناسبة كمان من أحن بيغان أتى لزيارة في ديمونا ونفس الشيء سأل أين البطل ونفس العدد على نفس هذه القضية قضية الثانية حتى هذول المجرمين اللي قاموا بهذا العمل لما كانوا في السجن كانوا يعاملون كملوك مرتباتهم كانت مستمري وحتى عالي جدا وكانوا يقدمون الدولة في السجن هذا لا يتعاملون مع من أطلق العزل بهذه الطريقة حتى يوسي سريدي بيحكي كمان طبعا هو يستند على كان وزير هام جدا فهو يستند على معطيات حقيقية أنه كانوا حتى يطلعوهم كل نهاية أسبوع يخذوهم على الكبوتسات حفلات بنات كل هاي الشغلات فهذا لا يدل على أن الحكومة ندمت على ما حدث ولكن طبعا الفشل الوحيد من ناحية الحكومة كان أنه طفيق طوبي صر على فضح هذا الموضوع مثلا من منبر الكنيسة وأنزلوا من منبر الكنيسة لم يكن في هذه الفترة بف مباشر فبعدين لا يوجد قدامه غير أنه يحط في صندوق البريد هذه القصة وطبعا وسائل الإعلام الإسرائيلي لم تكن معنية بالعرب ولا بما يحدث مع العرب لا يدعو تحرنوت ولا معاريف بس ما رأيك في زيارات شخصيات سياسية إسرائيلية إلى كفر قاسم كزيارات رمزية واعترافات رمزية كرئيس الدولة السابق مثلا هذا ممتاز بالعكس موقف رئيس الدولة السابق كان موقف لائق ومحترم وباعتقادي هو كمان لأنه في عنده توجه ديمقراطي معين فهو اعترف بأنه نحن وقمنا بمجزرة طبعا هو لا يعترف بحقائق تدعيات المجزرة هو يعترف فقط أنه كان هناك حدث بالمناسبة فيه هناك الدعاء بأنه من هذه الفترة صار فيه قانون ديقل شحور بسموه في القضاء رأي السوداء وغيره هذا ما غير صحيح هذا كان قبل وعمليا إحنا كمان منشوف أنه في المستقبل كمان حدثت أشياء ليست بهذه الحدة ولكن كمان كان فيه تجاوزات وقتل الأبرياء مثلا اليوم في الضفة الغربية وهذه الشغلات ولم نسمع عن هذا الرأي السوداء أو الأعلم الأسوداء ولكن ما تحاول الحكومي إخفائه بأي طريقة من الطرق هو أنه كان في هناك مخطط كبير للترانسفر وهذا المخطط فشل مخطط حفر بيرت ولكن بعض الباحثين يقول الشجعان حقيقة قادي الجازي أنا لازم أحكي هذه الشغلة قام بفضح هذا الموضوع من فترة طويلة وكتب عنه وبحثه وكشف قضية حفر بيرت في الفترة الأخيرة أيضا هناك محاولات لكشف عن أرشيف كأرشيف دير يسين وكأرشيف بعض المجازر التي جرت عام 1948 والآن يتم الكشف أيضا عن بعض من ملابسات هذه المجزرة ماذا تهدف إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية من كشف هذه الأرشيف إن لم يكن الاعتراف مثلا بهذه المجازر هناك تصحيح هذا ممكن أولا قانون الأرخيون بإسرائيل يقول أنه بعد 40 سنة الأرشيف ممكن فتحه وطبعا مشكلة المعلومات تخرج في كثير شغلات ما زالت مثلا تعد أمني ولا يمكن الحديث عنها ولكن في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة صار فيه تراجع في هذا الموضوع هاي نقطة النقطة الثانية أنه كمان صار فيه انتقاء لمن نكشف بعض الحقائق مثلا بني موريس على سبيل المثال واحد من أهم اللي اشتغلوا على الأرشيف تحول إلى مؤيد للصهيونية وأنه يعني كان لابد أن نقوم بهذا العمل ونحن لا نندم وحتى اتحد مع إيود باراك بتساو سين ولكن حتى اليوم مثلا في بعض المؤرخين أنا مثلا كتبت مقال قبل فترة عن قضية ترامب بأنه بخطة ترامب كان فيه نوع من الترانسفر لأنه ريدينتا نقل الشعب حتى مع أرضه هذا نوع من الترانسفر يعني الترانسفر من نوعين فيه نوع اللي اتطرد للمواطنين كما حدث مثلا في 47 ل شهر 11 48 وفيه ترانسفر هو مع الشعب يعني نحن ننقل الحدود كما دعا مثلا لبرمان بأنه أرض إسرائيل هي من البحر المتوسط إلى كفيشيش إلى الشارع الخمسة فأنا كتبت عن هذا موضوع لما خرجت فكرة ترامب اللي عمليا كتبه بن يمين نتنياهو أنه كيف نتخلص من بعض هذه المناطق بأنه نحولها للسلطة الفلسطينية فواحد من الباحثين فهاجمني وهذا كذب ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل هو طبعا يعني باحث اللي كمان حكى عن قضية كفر قاسم ليه؟ لأنه هذا النوع من الباحثين دائما يفتش على علاقات جيدة مع المؤسسة أنه لا أحصل على معلومات إذا لم أكن بعلاقات جيدة طبعا أنا لم أرد عليه طبعا لأنه فيه نوع من المحاولة عدم فهم حقيقة الأمور نحن جميعا نعرف بأنه إردينتا هو نوع من الترانسفر حتى لو كان مع الأرض يعني على سبيل المثال يوسف جبارين كان عضو كينيست ويتحدثون عن نقل أم الفحم للسلطة الفلسطينية لكن هو عضو برلمان يعني هذا غير غير منطقي وغير حرمان الحقوق ثم أنه كان ممكن نقول أوكي نحن نوافق ولكن نعطونا كل أراضي اللي أخذتوها مش فنحن منشوف هنا في عدة طرق للتحايل على القانون أولا تصنيف بعض الأمور كأمنية الحال الثاني هو عطاء هذه المعلومات بشكل انتقائي لبعض المؤرخين وبعض الأكاديميين الذين يخدمون بشكل أو بآخر الخط العام المطلوب وهنا في نوع من المس بالحقوق الأساسية للبحث الأكاديمي طبعا وهذا شيء مؤسس يعني صباح اليوم في ذكرى كفر قاسم اليوم يعني قال هيرسوغ أنه يتأسف باسم إسرائيل عن هذه المجدرة إلى أي مدى هذا الأسف حقيقي وإلى أي مدى يمكن أن يبنى عليه لكشف مجازر أخرى برأيك لا أنا أعتقد أنه لا يكفي أن يأسف هذه خطوة جيدة ولكن يجب أن يلتزم باسم الحركة الصهيونية أولا وليس فقط باسم دولة إسرائيل لأن هذا الأمر لن يحدث مستقبلا هذه النقطة المركزية أوكي بس هنا في إدعاء أنه ممكن يحدث يعني أنت بتقول لن يحدث يعني أنت تخشى أن يحدث أنا بقول أنه يجب خلا نقول الحديث عن هذا الموضوع لن يحدث مستقبلا الالتزام لو نحن نقدرش نعرف شو رح يحدث في المستقبل ولا مرة نقدر نعرف يعني فيه شعالات اللي مفاجئة جدا من كان يتوقع مثلا اللي حدث في سوريا انهيار سوريا من كان يتوقع اللي عابي سير مثلا في مناطق في دول عربية مختلفة أخرى يعني التغيرات بتصير بشكل مفاجئ وكبير جدا دولة يجب أن تعترف بما قامت به في الماضي وإسرائيل يجب أن تعترف عمليا بما قامت به بحق الشعب الفلسطيني أولا يعني مخذي مثلا جنوب إفريقيا كل الريكونسيلياشن كل القضية المصالحة انبنت على أساس الاعتراف يعني لا يمكن أنه صالحك إلى أن تعترفه بالخطأ اللي قمت فيه الأهمية هون مش مجرد الاعتراف وإنما لنتأكد بأنه لا توجد نية مستقبلية كلام مبالغ لكن حتى في حرب السبع وستين كان فيه تفكير بتهجير مواطنين العرب بإسرائيل ومواطني الضف الغربي إلى الأردن حتى في السبع وستين يعني الفكرة لم تنتهي القضية الثانية أنه نحن بعنا لحد اليوم نسمع هاي الأفكار يعني سموتريتش تحدث عن نظام مضوقة قبل فترة قصيرة سألاحظي أنه سموتريتش لم يعد يعني ظاهرة همشية سموتريتش أرسل إلى الكنيسة من قبل بن يمين نتنياهو لو لا بن يمين نتنياهو حزب سموتريتش لم يدخل إلى الكنيسة ولا بن كفير ولا كل هاي مجموعة إيقا العمير فواضح أنه هنا فيه خطر القضية الثانية أنه لا يوجد ظهر للمجتمع للشعب الفلسطيني نضع الأمور على الحقيقة على أرض الواقع متركين لمستقبلهم الغير واضح لا أحد يهتم اليوم في القضية الفلسطينية نهائيا في بعض التصريحات هنا أو هناك في الأردن أو في مصر أو غيره ولكن هاي ليست حقيقة اهتمام وإنما محاولة للتغطي على عدم الني القضية الثالثة نحن إذا ممكن نرجع على التاريخ عمليا كان فيه اتفاق بين بعض القيادات العربية للحركة الصهيونية على تقسيم فلسطين وهذا أدى عمليا كمان يعني نحن دائما من تهم الحركة الصهيونية وكما لازم نحتهم كمان العرب اللي عمليا وافقوا وكان فيه هناك اتفاقات والحركة الصهيونية بتقول أوكي نحن اتفقنا على خطوط معينة يعني ليه أنتم تسمحوني نحن نقوم فيه فهي الشغلات مقلقة وباعتقادي أنه من كان في هذه الظروف من كان في هذه الأمور الصعبة يعني مفروض أنه يكون في عنده ثوابط بالنسبة للمستقبل ولذلك هذا القانون أخلاقيا هو مهم جدا اسمحيلي أنه كمان أنه حي عيدتهم على أنه قدمت هذا المشروع مع كل المحاولات للمس فيها من قبل بعض أعضاء الكنيسة مع الأسف يعني ولكن هذا موضوع أخلاقيا مش بس سياسيا ومهم جدا وكمان مهم جدا بالنسبة لعائلات والناس اللي عانت بكفر قاسم ولي مرت هاي المجزرة ولي لحد اليوم باعتقادي لم يتم معالج الموضوع هون بالشكل الحقيقي المطلوب طب بما أنا بدأنا بالحديث عني يعني الأرض وفكرة الترانسفير يعني الحكومة تريد المصادقة على ألاف الوحدات الاستيطانية يعني قريبا سيحدث هذا وقد يسبب أيضا أزمة في الاتلاف إلى أي مدى هذه الفكرة فكرة الأرض والاستلاء على الأرض لا زالت موجودة حتى في حكومة تقول أنها حكومة التغيير وتقول أنها لا سياسية من الجانب أنها تريد المحافظة على مركباتها المختلفة إذا بدل راجعك شوي إلى التاريخ عمليا الصراع الحقيقي اللي كان بين الحركة التصحيحية ريفيزيونيستيت جابوتينسكي وتلميذه من أحن بيغين وتلميذه أو سكرتيره بنسيون نتنياهو وكل هؤلاء كان مع الحزب العمل بأنه نحن لا نترك الأماكن المكتبة للسكان العرب وإنما نحول السكان العرب لرعاية هذا كان التفكير الحقيقي مش مهم بأي تسميات بينما حركة العمل حزب العمل وممركات حزب العمل فكرت بمفاهيم الترانسفر على سبيل المثال بيرلكتس نيلسون مثلا كان هناك دعاء أنه عارض لترانسفر وكان بيرلكتس نيلسون من زعماء حزب العمل عارض الترانسفر للأردن لأنه دعا بأنه إذا نحن اضطرنا أن نعمل الترانسفر مرة أخرى من أردن للعراق فما الفائدة إذن فلنقوم بالترانسفر فورا إلى العراق هذا كان التفكير وليس معارضة الترانسفر كفكرة الآن لم تنتهي فكرة الترانسفر طبعا عمليا هي لا يمكن أن تحدث وكان شفنا مثلا في مخطط ترامب مخطط بالمناسبة صفقة القارن كان فيها عليها موافقة حتى من بعض الدول العربية وكان واضح هناك بأنه في هذا النوع من الترانسفر يعني مرة أخرى إردنتا بنظري هي نوع من الترانسفر حتى لو لم يقوموا بطرد المواطنين من بيوتهم فما تعاني منه الحركة السهيونية هو أولا الرغبة بالتمدد من ناحية جغرافية بالاستلاء على أكثر كمية من الأرض ومن ناحية الثانية تقليص عدد العرب بكل مكان طبعا المفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو قبلها حتى مع منظمة التحريف الفلسطينية في 1993 وبداية عملية أوسلو كانت مستندي على اعتراف ضمني بشكل أو بآخر من قبل إسرائيل بالفلسطيني بدولي على تقريبا 22% من فلسطين التاريخي اللي نحن بنعرفها الضفة الغربية وقطاع غزة وأنا بقدر قللك كمان من محادثات مع شخصيات مثل شولاميت أولوني ويوسي ساريد الله يرحمون أنه رابين كان مهيئ نفسيا لفكرة إقامة دولي تقريبا على يعني بلوس مينوس يعني هاي الحدود وهذا كان الخطر الكبير اللي أدى إلى مقتل رابين طبعا من قتل رابين ليس يقى العمير من أطلق النار على رابين هو يقى العمير ولكن من قتل رابين شخصياتي الموجودة في محلات مختلفة بما في ذلك في مؤسسات الحكم اليوم فهذه العملية تقول شيء واحد أنه لا يمكن وهذا فكر جيبوتينسكي لا يمكن أن يكون هناك مؤسسة عربية غرب نهر الأردن ويستندون بشكل أو بآخر على اتفاقات كانت مع بعض الزماء العرب ونحن موجودين في هذه النقطة هذا مع الأسف حول السلطة الفلسطينية لسلطة لا تستطيع عمليا مجابهة على أرض الواقع مجابهة الاستيطان على إيش استندت السلطة الفلسطينية أو المجتمع الفلسطيني على معارضة أمريكية أو على معارضة أوروبية بس هذا يعني اليوم صدقا موجود المعارضة الأمريكية يعني الأمريكان ليسوا كما في السابق على الأقل على صعيد التصريحات يعني في موضوع المنظمة اعتراف بين جانس بمنظمات حقوقية كأنها إرهابية وأيضا في موضوع الاستيطان هناك توتر أمريكي إسرائيلي كيف ترى هذا التوتر؟ الحدث اللي صار في الولايات المتحدة هو انتخاب بايدن بايدن كان نائب رئيس باراك أوباما وشاف بنفسه كيف إسرائيل تتعنت ولا تريد المفاوضات ولا تريد السلام يعني هذا غير عند بايدن بعض المفاهيم ونحن نذكر هذه الفترة اللي حتى قام وزير الخارجي وقال بوف يعني إلى متى نتحمل هذه الألعاب الإسرائيلي في سنة 2014 القضية الثانية أنه هناك تحولات بالسياسة الأمريكية اليوم في توجهات في قلب الحزب الديمقراطي معارضة للأبرتهايد معارضة العنصرية ومعارضة للاحتلال القضية الثانية حتى في عضوات كنيسة من أصل فلسطينية في الكونغرس القضية الثانية أنه أكثر من 50% من يهود الولايات المتحدة يعارضون سياسة الحكومة الحالية يعني في شرخ بين حكومة إسرائيل وسياساتها وبين الشباب الأمريكي اليهودي الشباب اليهودي الأمريكي جدا جدا ليبرالي أكثر بكثير من معدل الشعب الإسرائيلي هنا بكثير والقضية الثانية مش بس قضية الاحتلال وأنه هناك كمان خلافات على قضية من هو يهودي والأمريكيين حتى اليوم حتى اليوم ينظرون إلى إسرائيل كدولة مستغلة يعني تستغل الأموال الأمريكية ثم يقولون الأمريكان أنتم لسوا يهود حقيقيين وأنتم ممارين بسمهم في العبراني وكل هاي الأمور التي تمس بمشاعر اليهود في الولايات المتحدة وهناك فيه تعب وملل من الأسلوب الإسرائيلي القضية الثانية التي قام فيها خدمة حقيقية للشعب الفلسطيني قام فيها نتنياهو بأنه عمل إلى جانب ترامب وأدى إلى كراهية لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي في الولايات المتحدة كمان كانوا حلفاء لترامب في الماضي هذا كمان يؤثر على التوجهة الأمريكية على السياسة الأمريكية ولكن إذا بنظر في نهاية المطاف الموقف الأمريكي ليس واضح مية في المية نترك التصريحات كان ممكن تعمل كثير الولايات المتحدة في هذا الموضوع ولكن هي لا تريد إزالة قضية الدولتين عن الطاولة يعني السؤال ما هي دولة فلسطينية يعني هل دولة فلسطينية مثلا في رام الله هي دولة فلسطينية أنا أبالغ في هذا الموضوع بقصد ولكن الولايات المتحدة لا تعمل حقيقة على أرض الواقع لمنع ما تقوم بإسرائيل لكي تقوض فكرة الدولتين وأوروبا أيضا موقف أوروبا كمان موقف متواطئ مع إسرائيل وكان ممكن إشرح هذا الموضوع بشكل موسع كيف الأوروبيين يوظفون أموال في المستوطنات أكثر من 200 مليار دولار أوروبي وظفوا في المستوطنات هذا معارض لما يدعوه الأوروبيون بأنهم ضد المستوطنات وضد الاحتلال طب يعني كيف يؤثر هذا على شكل الاتلاف الإسرائيلي الآن هل يمكن أن يسقط هذا الاتلاف خاصة أنه في خلاف حول هذا الموضوع الاتلاف الإسرائيلي قام ضدنا تانيو سلم الأفضليات أولا الاتلاف هذا اتلاف يميني بشكل واضح لا نقاش حول هذا الموضوع نفتالي بينت كان زعيم منظمة يشع ليبرمان هو مؤسس فكرة إخراج العرب أو تغيير نقل الحدود وكل هاي الأمور طبعا نحن جميعا نعرف ما هي مواقف ليبرمان وقيد عن سعر اللي هو أكثر يمين من بن يمين نتنياهو دائما كان في المسابقة بنات طبعا في الـ 2006 كان واضح للجميع لما الليكود وصل ل 12 عضو الكنيسة كان قيد عن سعر يقول دائما نحن أكثر متشددين حتى من المفدال في هاي الفترة ولكن ميرتس وحزب العمل دخلوا إلى هذا الحزب ضعفاء يريدون الوجود التوجد في الحكم في أي ثمن ميرتس خرجت من حكومة براك بسنة الألفين وتعلمت العبرة لأنه بدأت تتراجع ووصلت لثافة عضاء كنيسة تقريبا لم تجتاج نسبة الحسم وكان في خطر أن لا تجتاج نسبة الحكم أكثر من مرة فالاستنتاج كان يجب أن يكون في أي حكومة وأن تغاضى عما تقوم بالحكومة ولذلك نحن نشوف نميرتس لا تقول نحن ضد أو حزب العمل نحن لسنا ضد الحكومة ولكن لا تفاجئون يعني شو كان رد الفعل لبيني جانس لما هو أخرج ست منظمات خارج القانون هاي المنظمات لو كانت هاي المنظمات إرهابية حقيقة كان لازم نشوف عشرات من قيادات هذه المنظمات في السجون لأنه إذا أنا متهم بإني إرهابي يجب أن تكون هناك أي إثبتات على أرض الواقع يعني يكون هناك تحقيق ولكن لا نرى أي شيء من هذا القبيل فواضحوني أنه جانس كمان بيستعمل هاي الورقة ليظهر نفسه كشخص مستقل لا يحترم الحكومة جانس يتعامل مع الحكومة وكانه خارج الحكومة هي يعني كأنه حرب صغيرة بين جانس وبين يائير لبيد وبين بنت مين أقوى ومين له سيطرة أكثر خاصة بما يتعلق بسياسات إسرائيل الخارجية أكثر بين جانس والباقي ولكن إذا نرجع حزب العمل وميرت عمليا أنه نسلموا بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكأنه نحن في ديلي نحن لا نريد نتعامل مع القضية الفلسطينية نحن نتعامل مع الكورونا ونتعامل مع المشاكل الداخلية ونريد أن نبني قوتنا من جديد لكي لا بنواسب كمان حزب العمل يعني كان على الضياء والاندفاع فهون الأمور الحزبية وشفنا هذا الموضوع كمان في معارضة كفرقاسم الأمور الحزبية والاعتبارات الحزبية ستأهم بكثير بالنسبة لهذه الأحزاب من الأمور الأيديولوجية وهذا مع الأسف يعني بدل على التراجع تبع ميرتز من ناحية أيديولوجية من ناحية حتى من ناحية القيم الأساسية اللي كانت تنادي فيها ميرتز يعني أنا متوقع زهافة جلؤون غير راضي نهائيا عما يحدث في ميرتز وأنا بعتقد كمان لو كان يوسي ستريد أو شراميت أيلان كانوا على قيد الحياة سيخجلون من تصرفات ميرتز وقيادات ميرتز بشكل عام وكمان الشكل الانتهازي اللي عبر تكون في ميرتز ما كانش في الماضي يعني مثلا نأخذ على سبيل المثال قضية القانون النرويجي هذا نوع من الفساد فإذا لم ييرتز وفقت نهيطك بهذا وكانت معرضته في الصابق وكانت معرضته يعني فإذا كانوا لكل فسدين فدعنا نكون فسدين زيهم كان ممكن تقولوا أوكي أنتوا بتكن تعملوا قانون نرويجي نحن نفكر أن هذا نوع من الفساد السياسي نحن لا نريد هذا ولكن ميرتز استمرت في هذه اللعبة وبتلعب هذه اللعبة إلى حد إسا لأن هي بتفكر أن هذا الطريق إلى العودي إلى الحكم الشغلة الثانية أن الجميع يريدون أن يكونوا في المركز اليوم في حتى ليس فقط في إسرائيل حتى في العالم عالمياً في نوع من التحول إلى أحزاب حكم وأحزاب هامشية أحزاب حكم يعني أحزاب مركز وفي هناك محاولة من الهدن بين اليمين واليسار في عدة مصطلحات وعدة مسميات مثلاً في الغرب المشكلة أقل لأن المشكلة هناك في الأساس توجهات اقتصادية واليوم فيه هناك هجمونيا أو أغلبية أو مركز قوي دعنا نقول لا التوجه النيو لبرالي لا التوجه الرأسمالي وغيره بينما هنا النقاش هو أكثر على القضايا أخلاقية على الاحتلال على التحكم في شعب آخر على مس في حريات شعب آخر بالممارسات مثلاً محاولة طرد الناس من البيوت مثلاً زي فيه شيخ جراح اللي كانوا بشكل فاضح يعني هذا النوع من فهون مطلوب مواقف أخلاقية وليس فقط مواقف سياسية أنا مع كل الاحترام من مكافيلي أنا بأعتقد أنه مكافيلي لم يكن مكافيلياً هو تحدث عن الفصل بين السياسي والأخلاق لكي حسب وجهة نظري لكي نفهم بأنه هذا خطير أنا لا أعتقد بأنه أحياناً فيه حتى بعض المحللين السياسيين اليوم نحن مع الحمد لله كلنا محللين سياسيين بيقول لي بالسياسي كل شيء مسموح وهي الدعب السياسي هذا كلام فارغ حتى الفساد نعم هذا كلام فارغ الإنسان في أي مجال عمل لازم يكون فيه عنده ضوابط أخلاقية وضوابط ضميرية وكمان في السياسي كمان زي ما في الطب وكمان في هندسي وكل هذه الشغلات الإنسان ممكن يكون كمان أخلاقي وكمان سياسي ومع ضوابط أساسية مثل احترام حقوق الآخرين والمستوى وكل هذه الشغلات وباعتقادي أنه ميرتس يعني ما زال الوقت غير متأخر يعوده طيب دعنا نعود إلى الأحزاب العربية قليلاً ومع حزب ومع مشروع قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء كيف ترى هذا القانون الذي انتظره فعلاً المواطن العربي طيلة هذه الثنوات اليوم في حوالي 60 ألف بيت عندهم مشاكل منظيم 60 ألف بيت هذا بدل أنه هي الظاهرة مش ظاهرة لناس اللي هي بتخالف القانون وإنما ظاهرة لناس اللي القانون يضغط عليها بشكل اللي لا تستطيع الحياة ودائماً يعني قضية دفع المخالفات دائماً كانت جيدة لبعض الجهات اللي بتستفيد مادياً من هذا الموضوع ومن أسباب تحدثنا قبل قضية الهيمنة على الأرض والتهام أكبر نسبي من الأرض فهذا كان التفكير الصهيوني كمان على هذا الأساس بنوا أو حاطوا القرى والمدن العربية وكأنها جيتوهات يعني كان ممكن ملك رسم تفصيلي مثلاً شفا عمركي فيه هنا شائل عرائيسي وفيه هنا كرياتاتا وفيه هنا أوكي يعني مش راح تقدر أو مثلاً أخذي سخنين لو لم تقدر تتطور سخنين الاتجاه الوحيدة كان ممكن تتطور إلو وضعه هناك مستوطنات فالناس طبعاً بدأت عيش كان فيه مخطط في سنوات السبعين أنه إذا نحن ضيقنا على العرب من ناحية السكن فممكن أنه الشباب يترك وإذا الشباب ترك فهذا سيضعف المجتمع العربي طبعاً هذا كان مخطط اللي انفضح في السبعين وحاولوا الإدعاء بأنه تم التسريب وأنا باعتقاد أنه كان فيه هناك هدف كمان من التسريب ولكن هاي سياسي الموضعات في هاي الفترات وإذا بتلاحظي أنه أغلب المدن العربية والقرى لم يكن هناك تخطيط جديد إلها سنوات طويلة فهذا القانون من ناحية هو قانون جيد يعني ممكن يحل قسم من المشكلة ولكن من ناحية ثانية هو بحل قسم صغير من المشكلة وملئ بالثغرات يعني يحس معنا أيلة شاكيد اللي هي عملياً وزيرة الداخلي وليت تقرر في نهاية المطاف في كل هاي المواضيع اللي بتقول أنه فيه شروط وفيه هيك وفيه هيك فيمكن في نهاية المطاف هذا الموضوع حل مشكلة ل 20% 25% من الناس هذا ممتاز بداية ممتازة جيد ولكن كان يفضل طبعاً لو كنا بنقدر أنه يكون القانون أفضل ولكن حل جزئي حالياً أفضل من لا شيء ونرى مستقبلاً ماذا سيحدث طيب إذن ننتقل إلى الميزانية والتي هي جزء كبير أيضاً من الحل ما رأيك في المصادقة القريبة على ميزانية الدولة بعد عامين ونصف العام وما رأيك في الميزانية يعني هناك من يقول أن هناك تحول في ميزانية إسرائيل من دولة كانت تدعي أنها دولة رفاه اجتماعي إلى دولة اقتصاد نيو لبرالي قاسي كاقتصاد وزير المالية أفكدور ليبرمان خلينا نكون عادلين مع ليبرمان أولاً هو نيو لبرالي صحب نكون عادلين مع ليبرمان نعم وهو فعلاً ضد الضعفة هذا هاي ميزانية دولة إسرائيل هي دولة الأقوياء ودولة أصحاب رؤوس الأموال حقيقة وكل الفكر الماركسي وغيره هذا لا مكان له في دولة سنة مع أنه في الماضي في سنوات الخمسين كان الفكر الماركسي قوي جداً هنا كمان في المجتمع اليهودي ولكن من ناحية ثاني في شغلات الحق مع ليبرمان فيها مثلاً كل الدعم مثلاً للفلاحين اليهود هذا أعطاهم قدرة أنهم يتحكموا بالمنتوج الزراعي ويرفع الأسعار بشكل لا يطاق هذا طبعاً كان من مؤسسات حزب العمل حركة العمل أنه نحن لازم نحافظ على الفلاحين اليهود وعدم دمج الفلاحين العرب معهم هذه النقطة المهمة وهذا حوالهم لنيشة التي هي عملياً تسيطر على واهك كمان نفسه ممكن أن نحكي عن تنوبة في الماضي وممكن أن نحكي عن مؤسسات أخرى التي تستغل المواطن ولكن في نهاية المطاف نحن ننظر إلى هذه الميزانية الميزانية سيئة جداً لكل الطبقات الاجتماعية في مداد الجيني أو المؤشر لعدم المساواة الاقتصادي اللي هو دائماً عابزيد في إسرائيل إسرائيل هي من الدول اللي موجودة في قمة يعني بالدولة الرابعة والخامسة أنا مش متذكر بقمة الفروق بين الأغنياء والفقراء وهذا شيء خطير وإذا نحن ننظر إلى قيادة هذه الدولة عملياً منين بتجي نشوف شمال تل لبيب رعنانا فرصابة هذه المحلات يعني ليست المحلات اللي بتجي منها ولكن حتى ننظر إلى الليكود اللي إجت منه كمان قيادات وكأنها قيادات شرقية أو قيادات من مدن ضعيفة ولكن في نهاية المطاف كانوا لكل رأسماليين أو نيوليبراليين وعلى ما يبدو أنه اليوم حتى إذا تسمعوا وسائل الإعلام الإسرائيلية كلها تخضع للفكر النيوليبرالي للفكر الرأسمالي وهذا طبعاً شيء مؤسف جداً وموسيقى أيضاً للعرب نعم العرب أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر أولاً أكثر من 50% من أولاد العرب تحت خط الفقر وكل البلدات العربية موجودة من 1 إلى 4 في المقياس الاقتصادي فقير جداً إذا نحن ننزل على النقب مثلاً هناك الفقر يعني شوفي أنه مثلاً في الفترة الأخيرة فيه هجمي بالأخص من القناة 13 على البدو في النقب يعني بتهمهمهم بكل الجرائم في العالم وفيه حملة تحريضية جداً خطيرة ضد البدو في النقب ولكن ولا حدا بيحكي عن أنه هذا أفقر شرائح في دولة إسرائيل ناس اللي بتعيش من مدخول جداً جداً منخفض بعدم اعتراف فيهم بعدم يعني مثلاً أو عدم وجود أي خدمات أساسية للناس هناك وهذه الحكومة مع الأسف لا تختلف عن باقي الحكومات في هذا التوجه من هذا المنظور هذه الحكومة حكومية يمانية وحتى أكثر يمانية من حكومة نتنياهو وهذا مؤسف ولكن فيه هناك بعض الشغلات الإيجابية في هذه الميزانية مثلاً ارتفاع ميزانية العرب ميزانية لدعم حاربة العنف والجريم يعني فيه شغلات اللي ممكن شوفها كإيجابية وباعتقدي أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك خلاف بين مركبات الاتلاف والميزانية وكمان حكاس ديريم قانون التنظيم الاقتصادي سيمر من غير أي مشاكل بأعتقدي يعني مرور الميزانية عملياً هو ضمان لاستمرار هاي الحكومة برأيك؟ نعم لأنه إلا إذا طبعاً حدث شيء غير متوقع ولكن الميزانية هي الإمكانية الوحيدة اللي ممكن إسقاط الحكومة لأنه حسب قانون حجب الثقة الذي مر من 2014 لازم تحضير حكومة بديلة مع خطوط أساسية ومع تقسيم وزارات وكل هاي الأمور الذي لن يحدث حسب رأيي طب والقوانين اللي عم تقترحها مثلاً اللي عم بيقترحها قد عن ساعل وعم ترفض الشكية زي قانون مثلاً منع ترشح لأي شخص عنده منع ترشح لرئاسة الحكومة لأي شخص عنده كتهم نتنياهو ورشاوي وفساد أنا أريد أن أكون عادل من ناحية أنا واضح لي أن أية شكيد تريد مراضات اليمين واليمين المتطرف والليكود ولكن لاحظة كمان أن أكثر من 50% من مصوطي اليمين يؤيدون قانون قدانصار شو اللي حدث أولاً في أبحاث بتشوف وأنا كمان طلعت على بعض الأبحاث أنه تقريباً فيش دول في العالم اللي فيها قانون من هذا النوع ولكن لأنه هناك في ثقافي سياسي أخرى يعني مثلاً لا يوجد قانون من هذا النوع في النرويج ولكن لا يمكن أنه فكر أو في بريطانيا ولكن لا يمكن أن نفكر أن يكون مرشح مع ملفات جنائية ماذا حدث؟ لماذا هذه الثغرة في قانون أساس في إسرائيل؟ لأنه لما كان نتنياو في الحكم أراد أن يعين روفين ريفلين وزير العدل فالنياب العامي خشيت من ريفلين وحاولوا لصاق تهم له ريفلين والتحقيق معه وبالنهاية تضح بأنه لا مكان حتى للتحقيق وبهذه الطريقة منعوا منه أن يكون وزير العدل لأنه عملياً كمان في منظومة وزارة العدل في إسرائيل فيه هناك الكثير من الفساد اللي نحن نحن نحكيش عنه وحتى في المحاكم الإسرائيل فلما مر قانون أساس بالألفين وواحد قانون أساس الحكومي اقترحوا بأن يكون هناك أنه لا يمكن إقالة رئيس حكومي متهم وموجود في محاكمة لأنه عشان ما نغيرش نظام الحكم وخصوصاً أنه رئيس الحكومي هو تغيير كل نظام الحكم هو الوحيد الذي إذا تغير تغير نظام الحكم على أساس تهم باطلي ولكن لم يتوقع أحد أن يكون شخص معين مع ثلاث ملفات جنائية وأن يريد أن يكون رئيس حكومي هون النقطة أنه ليس عملياً يريد أن يكون في المستقبل في فرق كبير جداً هو محدد وقت فترة زمنية كمان بين أسبوعين لبين ثلاث سنين ونص كيف حكاً طبعاً هو بيعتقد أنه الشعب فوق القانون واليوم فيه توجهات بتقول أنه الشعب فوق القانون ولكن حتى في اليمين الإسرائيلي فيه هناك خمسين في المئة على الأقل يعرضون هذا التوجه ولذلك باعتقاد أن القانون هو جيد وأخلاقي في نهاية المطاف لأن دولة إسرائيل فيها الثقافة السياسية غير نزيهة المتهمين بالفساد السياسي يعني بأعداد كبيرة جداً مثلاً درعي يتهم في الماضي وما عاد إلى الكنيسة والآن المتهم والآن المستشار القضاء يريد مماطلة الموضوع والتغطية على درعي هذا ما يتضح يعني أنا لا أريد أن يعني كمان في موضوع المستشار القضاء فيه تدخل زايد للمستشار القضاء بالقضايا السياسية أكثر من قبل يعني كمان للمستشار القضاء للحكومي وكمان لرئيس الدولي فيه أراء سياسية وكأنه وتدخلات سياسية لم تكن في السابق كان أكثر فيه نوعا ما اندباط في الأراء السياسية ألا تعتقدون فيه تحول معين؟ فيه تحول أولا قضية مستشار القضائي إسرائيل ورثتها من البريطانيين وهذه الوظيفة كمان مستشار القضائي وكمان رئيس النياب العامي طبعا فيه نقاشات إذا كان ممكن الفصل بين اثنين باعتقادي هذا سيكون شيء سيء ولكن المستشار القضائي أولا في عنده أكثر من 200 قوانين اللي له صلاحيات فيها يعني فيه صلاحيات هائلة وحتى إذا أخطأ المستشار القضائي المحكمة لا تحاكم أو لا تحاسب المستشار لأنه لهو الحق في الخطأ مثلا لما تم إغلاق ملف نتنياهو في 97 روبينشتين أغلق الملف اليكيم روبينشتين طبعا ولم يكن هناك سبب واضح فالمحكمة قالت هذا خطأ ولكن يحق للمستشار القضائي يعني يخطأ فهن نحن نعطي بالسوشال القضائي كم هائل من الصلاحيات اللي عمليا ليس الواضح بأي طريقة يستعمله الصلاح لي مثلا مندلبليد لماذا عين مندلبليد بالذات؟ لأنه كان عمليا المدعي العام العسكري والمدعي العام العسكري وظيفته الأساسية عمليا هو التغطية على الجيش في مؤسستين يعني أنه وظيفته نتغطية على المجرمين وليس ملاحقتهم المدعي العام العسكري وما حش كيفي؟ فنتنياهو اختاروا كرجو المقرب إله لأنه كان السكرتير الحكومي عند نتنياهو في الماضي فعلى اعتبار المقرب إله نتنياهو اعتقد بأنه سيزيح هذه الملفات والمناسبة مندلبليد تحول لتقريبا أربع سنوات المماطلة والتهرب من تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو ولكن في نهاية المطاف اضطر أن يقدم لوائح الاتهام لأنه لا يعمل وحده في فراغ وفجأة تحول لعدو نتنياهو وعائلة نتنياهو وعدو طبعا بموضوع نتنياهو إلى أي مرة ترى أن يولي إدلشتاين هو رح يكون المنافس القريب لنتنياهو خاصة أنه صرح أنه سينافس نتنياهو في الانتخابات الداخلية البرايميرز القادمة لا لا هو ليس منافس ولكن كان ممكن يكون game changer بمفهوم أنه كل قادة الليكود لا يجرؤون على الخروج ضد نتنياهو بينما هو قال يجب تغيير نتنياهو لأن نتنياهو لا يستطيع أن يأتي بالحكم ولكن إدلشتاين صحيح أنه كان الأول في البرايميرز ولكن هذا مختلف الأول في البرايميرز يختلف عن كونه قائد لحركة الليكود وثانيا في الليكود فيه هناك شرائح اليوم يسميها بيبستم التي تخضع لنتنياهو بشكل مطلق بغض النظر عن ما يقوم به ولذلك كل من يخرج ضد نتنياهو فهم ضده وعلى أي حال من الأحوال إدلشتاين لم يكن رئيس كينيسة ناجح أنا باعتقادي كان حتى مجرد كونه رئيس الكينيسة كان إهاني للكينيسة وكان وزير صحة يعني بس هو لم يكن من شلة نتنياهو إن صحة تعبير يعني كان في عنده نوعا ما اختلاف عن نتنياهو وعن شعبوية نتنياهو نصح التعبير أيضا نعم يعني فيه شغلة مهمة بالنسبة للليكود وغالبية قادة الليكود يكنون العداء والكرهية لنتنياهو يعني لنضع ما يصرقون فيه يعني على سبيل المثال إذا بناخذ يوفالشتاينيتس يوفالشتاينيتس يعني هو صنعوا نتنياهو أخذوا من جامعة حيفا وعملوا وزير ولكن يوفالشتاينيتس يعني كان ضد الهجوم على المحكمة العليا وعلى سلطة القضاء زوجة يوفالشتاينيتس هي قاضية في محكمة مركزية فطم يعني إقصاء يوفالشتاينيتس نفس الشيء ممكن نحكي عن قادة آخرين في الليكود اللي استاءوا بالأخص بالمناسبة من أصول إشكنازية يعني حم نشوف أنه فيه تقسيم في الليكود اللي من أصول شرقية بشكل عام وأنا لا أريد أن أظهر وكان يعني أصالح بشيء عنصري ولكن كل اللي من أصول شرقية يشعروا بأن نتنياهو الملك ويجب خدمة الملك يعني كان في عنده وزير اسمه أحانا دافيد أحانا وإش عنا إزاي؟ أمير أحانا أمير أحانا وأحانا كان وزير العدل اللي كان وظيفته أن ينظف نتنياهو ثم أصبح وزير الأمن الداخلي اللي يخدم نتنياهو ويمنع مظاهرات ضد نتنياهو وعمل كل ما في وسعه في خدمة الأسياد وتنطرده حاليا ولكن القيادات اللي هي عمليا يعني مثل دختر مثلا وكل هؤلاء في استياء عارم شديد من نتنياهو من تصرفاته ولكن هناك وجد جرأة للخروج ضد نتنياهو فقط أن الأشخاص اللي عم تحكي عنه أنه كانوا قيادات في مؤسسات معينة كان موساد مثلا وشباك شباك عفوا وفجأة تنقصهم الشجاعة السياسي يعني منشوف مثلا جالنت اللي كان نائب رئيس الأركان وفجأة لا توجد لديه أي جرأة أو شجاعة في السياسي هذا شيء مثير في السياسي أو في الليكود يعني أحيانا يعني مثلا كان في لقيد عن ساعر كان في جرأة نعم ولذلك لقيد عن ساعر ترك الليكود ولكن ماذا يمنع من جالنت أن يقول بأننا دولة قانون والجميع يجب أن يكونوا تحت سلطة القانون ما يمنع من جالنت جالنت يفكر أنه أنا لا أريد مشاكل مع نتنياهو ربما عاد نتنياهو فيعيني وزير دفاعه ولكن نتنياهو يقول جانتس الآن فجأة يعني الوحيد الذي بالفترة الأخيرة عنده بعض الجرأة ضد نتنياهو وعمليا بركات وفجأة أن يقول بركات نحن لا نقبل أن يكون جانتس رئيس حكومة أي أنه يعني إذا كان في تفكير أن قامت حكومة بمساعدة بني جانتس وعطاها بني جانتس سنتين رئيس الحكومة يعني زي ما كانوا يفكروا في الماضي فهناك قيادات في الليكود تقول نحن لا نقبل في هذا ونتنياهو سيخشى هذا الموضوع هذا كمان سيضعف بني جانتس كمان في الحكومة الحالية فإذا كان بني جانس يحاول أن يظهر نفسه وكانه على يعني ممكن أن ينتقل إلى الجانب الآخر فهذا سيضعفه طبعا نعم تعني ننتقل إلى المجتمع العربي وظاهرة العنف في المجتمع العربي والمنافسة في المجتمع العربي إلى أي مدى الخطة الحكومية المطروحة اليوم على جندة الحكومة هي خطة فعلا ناجعة بتقديرك وبقراءتك للصورة أنا مش خبير للعنف ولا للجريمي ولكن يعني كلنا عندنا اجتهادات في هذا الموضوع وموضوع بهمنا جميع أولا فيه فشل كبير في المجتمع العربي والقيادات العربية يعني نحن وصلنا لهذا الوضع من فراغ لأنه مثلا في السلطات المحلية دايما كان العنف هو سيد الموقف دايما كان فيه حالات قتل وأنا كتابت عن هذا موضوع أكثر من مرة وحتى الآن السلطات المحلية قسم من رؤساء السلطات المحلية هم من يغذون العنف ثم يتحدثون ضد العنف والقضية الثانية ولكن نترك العنف نتحدث عن الجريمي باعتقادي كان فيه بكل فترة نتنياهو كان فيه إهمال متعمد لما يحدث في المجتمع العربي وكأنه خلي منظمات الإرهاب والجريمي لأنه بنظره نفس الشيء خلي له متنفس في الوسط العربي لأنه بهمناه كثير ما يحدث في المجتمع العربي ولكن الآن تغير شيء في هذه الحكومة وبالأساس هو بسبب وزير الأمن الداخلي عمر برليف وأكثر منه حتى نائبه سيغالوفيتش لأنه سيغالوفيتش كان رئيس قسم التحقيقات في الشرطة هو شرطي حقيقي بكل مفاهيم الكلمة وهو رجل مستقيم وكمان برليف وكمان سيغالوفيتش اكتشفوا بأنه كان فيه هناك إهمال حقيقي يعني هذا الإجرام المستشري ليس صدفي وقرروا بأنه يجب وقف هذا الموضوع في أي حال من الأحوال وفعلا الحكومي كمان بفضل الضغوط كمان من المجتمع العربي وكمان من الحزاب العربي كمان جندت الأموال المطلوبة لمعالجة هذا الموضوع طبعا فيه نقاشات إنه إذا كانوا راح يستعملوا تقنيات من المخابرات العامة أو لا وبأي طريقة طبعا هنا فيه نقاشات هذا النقاش يعني الخطة تشمل أيضا بعض الأمور كإدخال الشباك وكالاعتقالات الإدارية هل يمكن برأيك محاربة العنف والجريمة بهذه الطرق لم تحارب الحكومة العنف والجريمة في البلدات اليهودية بهذه الطريقة لماذا في البلدات العربية؟ أولا هذا صحيح ولكن في وضع مطروح على الطاولة يعني السؤال هو حاليا لا يوجد شرطة لا يوجد معلومات استخبارية أغلب المواطنين العرب لا يساعدون الشرطة أنا بقدر أحكيكي كمان عن تجارب أنا بعرفها من الناس اللي أنا بعرفها الشخصية يقول لي أنا يعني محيت كله بالكاميرات عشان ما البوليس ما خلاش مني طبعا أوكي فمعناته ليه؟ لأنه كمان الناس بتخاف طبعا ولكن يعني هنا فيه وضع اللي أنا لازم كمان تساعد ضد الجريمة ولكن فيه خطورة معينة من دخول الشباك أول الشباك موجود في الوسط العربي دائما صحيح ولكن دخول آليات شباك بشكل تحت تايتل شباك هذا بنظري شيء غير مرغوب فيه ولكن لا بدل الشرطة من استعمال التقنيات اللي موجودة عند الشباك وبس بس تقنيات اللي كمان خبرات في التحقيق وكل هاي الأمور القضية الثانية ممكن جدا أنه فيه بعض البؤر في بعض القرى اللي نحن بنعرف وفيها منظمات إرهاب أنا مقدر سمي بعض القرى اللي فيها منظمات إجرامية معروفة وتتعامل مع القاتل والجريمة بشكل يومي تقريبا هناك ممكن أن يكون قانون مثلا محدود بفترة زمنية نعم لاعتقالات إدارية يعني اليوم على سبيل المثال بس هذا يعني المحدود يعني كتير كلمة اللي هي فتفاضة لا لا ممكن يعني أولا القوانين بإسرائيل بشكل عام فتفاضة يعني أولا في تكشح قوانين الطوارئ من 19.5.48 هي موجودة وتستعمل يعني مثلا إحنا شفنا لما سيارة الأحداث بالمدن المختلطة في شهر 5 الشرطة استعملت قوانين الطوارئ واستعملت التقنيات الاستخبارية ضد المواطنين العرب فهي تقدر كمان تستعمل قصة ضد العنف والجريمة أنا باعتقادي أنه الخطة جيدة حتى أكثر من جيدة نحن الهدف الأول تبعنا أولا المجرمين عمليا هني بيضروا المجتمع بعدة مفاهيم أولا بمفاهيم الجريمة والثاني بمفاهيم أنه عاب يجيبوا المجتمع لوضع اللي ممكن كمان أنه نندم عليه في المستقبل ولكن يجب اجتثاث هذا الوضع ولذلك باعتقادي أنه إذا بيكون في قانون أو استعمال قوانين الطوارئ إلى فترة محدودة وفي أماكن محدودة أنا حاسب رأي هذا ممكن يكون شيء جيد خلافا لما يدعي بعض السياسيين أنا باعتقادي أنه بعض السياسيين يعني في نقاش على الموضوع طب ما رأيك في المسيرة الشعبية التي كانت مثلا في الأمس يعني التكاتف الشعبي والرغبة في مناهضة أفة العنف والجريمة كمجتمع يعني كوعي اجتماعي ممتاز يعني مع الأسف نحن منشوف أنه في المجتمع نفسه في وعي اجتماعي أنا لا أعتقد بأنه كمان في القيادات تبعنا في نفس الوعي الاجتماعي يعني أنا متأسفة لا أريد أتحدث حزبيا لأنه لست أنتبه لأي حزب من الأحزاب ولكن الوضع اللي نحن فيه في انقسام وفيه هجوم هذا وضع سيكون سيء جدا للمجتمع العربي في المستقبل كمان على مستوى التمثيل البرلماني كمان على مستوى التكاثف السياسي كمان على مستوى العمل الميداني والمجتمع المدني وكل هاي الشغلات لأنه نحن عم نخلق شروخ اللي صعب جدا التعامل معها في المستقبل وما حدث فعلا في هاي التظاهر أولا أنه كان فيه إلى تغطية علمية هامة جدا والشغال الثاني أنه شفنا أعضاء كناسة وقياديين من أطياف مختلفة وهذا ممتاز جدا وهذا بالعكس هذا بالدل كمان البشارك الشعبي الكبيري اللي كانت هناك هذا بالدل أنه هذا مجتمع يعني فعلا واعي جدا الأخطار المحدقة فيه ومجتمع ناضج وأتمنى أن تكون كمان قيادات على هذا المستوى يعني برة أخرى هاي الشروخ اللي عبت تحدث والخلافات وزي ما شفنا مثلا بالفترة الأخيرة في الكنيسة شيء مؤسف هاي شغلات اللي بمكن تكون لها تأثير سلبي جدا في المستقبل ويجب إدراك هذا الموضوع بأكبر سرعة ممكن والعودة إلى العمل المشترك وين وين وليس في هذه الطريقة الموجودة حاليا في الكنيسة نعم كما شاهدنا أمس في المظاهرة شكرا لك دكتور سليم بريك محاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية شكرا لك إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوار الساعة تابعونا في الحلقة المقبلة وكونوا بخير اشتركوا في القناة